بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملح ربي يفرحكم ويعطيكم السؤال لكم يا ربي ويعطيكم يا ربي فرحة ما شفت عينين المرأة أو البنت أو الست اللي تتكتب في قناتي المواضع أو تتكتب المكونات وتتكتب الوصفة كاملة بدون ما تمل ولا تكل أنها عندها صفات حميدة الحمد لله لها الشكر ولها المتنان على الدعم القوي في قناتي شكرا جزيلا يا سيدتي وتنقول لك الله يجزيك بخير ويعطيك يا ربي فرحة كبيرة ما شفت عينين هذا دعاء مني ونصائمة الله يربي يفرح كل منه ومسلم المتابعين والمتابعات أما اليوم تفوسخة إن شاء الله اللي غدينديرو إن شاء الله بحول الله الأبناء اللي إن شاء الله بغاو يحيدوا تابعة أو بغاو يحيدوا المشاكل ديل التعسير إما في الدراسة وإما في العمل وإما الزوج المعطل عن العمل أو البنت معطلة عن الزواج أو الولد اللي بغي حققش أمنية ولكن عنده تعسيرات دي ما عنده تعسيرات ودي ما عنده مشاكل في الأمور آآ الولد اللي بغي يقرأ ولكن الوقت اللي سيبغي يجد يدرس تلقى عراقيل في آآ التفكير دياله ودي ما عنده نحوسات يبغي يحفظ أو يقرأ تيت ناسا كل شي إذن غدين ناخدوا التفوسخة على حسب نحيدوا التعسير آآ لأي وحد عنده تعطيل الأحوال في كل الأمور تعطيل الأحوال في كل الأمور بعد الأحيان تكون تعطيل إما من العين وإما من الحسد وإما من التابعة آآ تابعة اللي تتكون نوع من المس وتتكون تتحبس أي حاجة فيها خير لك إذن نحن عدنا يقين في الله عدنا الدكر عدنا الصلاة على الحبيب عدنا القرآن الكريم لأن الدستور دينا هو القرآن الكريم والذكر الحكيم والثقة في الله لأنه تعطي لي فيها الخير ولكن العبد الحقود اللي تعطي الطاقة سلبية للناس اللي تقرأهم زيان أو البنت اللي بغت تزوج أو آآ الولد اللي قرأ وجالس من العمل آآ تصاب بالعين على حسب الدراسة دياله أو البنت الجميلة اللي تصابت بالعين آآ متزوجات آآ لابد نحطه صغار بانية على حسب التأثير اللي عند الناس وتنتمن نار بي يحقق الأمنيات ويحقق المبتغة ديال كل شخص يربي أول حاجة أول حاجة غادي نديرها هي هاد صغار يقدر أي شخص يديرها اللي عنده تعثير الأحوال لا في المال ولا في الزواج ولا في الدراسة ولا آآ في الأحلام اللي خاصين بيك آآ الأم بغا ولادها أنهم يتحقوا لهم الأمنيات كل شي هاد شي آآ غادي إن شاء الله بيحول الله وقواتي لابد أننا نديره السبب والسبب عند الله إذا سببا عبدي وننعينك أول حاجة غادي نخرج عبد العطار غادي ناخد هاد شجرة مريم شجرة مريم هادي كلها بخمسة درائم كلها بخمس درائم نصها غادي نتبخر بها ونصها غادي نحطها في الماء ليلة الجمعة اللي غادي نوصل بها إما مع الظهر مع الأدى الأول دي الجمعة أو الأدى الثاني دي الجمعة أو مع العصر أو مع المغرب الناس اللي ما عندهمش وقت غادي عموا بها مع المغرب قبل الفطار ب آآ عشر دقائق أو آآ المهم المغرب بغاو يغسله بهذا يوم الجمعة إذن آخر وقت للغسل هو يوم الجمعة مع آآ آخر وقت هو المغرب إذن هذه الوصفة غادي ديرها إن شاء الله على باب الكريم لأنها طاقة إيجابية وغادي نوريكم أشنو غادي ديروه إن شاء الله آآ أول حاجة غادي نقسمها إلى قسمين باش نتبخر بها آآ يقدر الشخص اللي عنده تعسير يقدر غير يشمها فقط أنحطها فوق الغاز ونشم هذه الرائحة فقط ولكن أنشدها بحلكة وغادي نقرأ لها إن شاء الله هذه القراءة أول حاجة غادي نقرأ لها صورة الصفات كاملة وصورة ياسين صورة ياسين وصورة الصفات وصورة الجن مرة واحدة مرة واحدة أنقرأ صورة الإخلاص 11 مرة صورة الكوتر 11 مرة آآ غادي إن شاء الله نحاول نقرأ هذه القراءة بإذن الله تتحيد التعسير والنحس تفوسخة رائعة إن شاء الله بحول الله وقوتي نقرأ ونفت نقرأ ونفت نبدأ بصورة الصفات كاملة صورة ياسين صورة الجن آآ إن شاء الله صورة الكوتر صورة الإخلاص غادي إن شاء الله بالعدد اللي يعطيتكم ننقسمها إلى قسمين حلكة غادي نتبخر بها ثلاث مرات غادي نوضع شيء قليل في الماء اللي غادي نطع نطلع إلى السطح إذن هاد الكبيرة غادي نحطها هنا في الماء غادي نحطها هنا في الماء على أسس أنني بغيت نطلع إلى العوارض إما في الدراسة وإما إما في العمل وإما أي حاجة بغيت النفسي ولكن عندي فاتع سير إذن أنا عندي تعسير إذن خاسني نفسخ بوصفة طبيعية هاد شجرة مريم راتتجي عندنا من السعودية شوفوا جيدة سعودية رجيدة غادي إن شاء الله غادي بعد ما قرأت عليها غادي نوضعها في الماء الماء شنو خاسني نقرأ عليه الفاتحة ثلاث مرات والملح والملح غادي نقرأ لها آية الكرسي ثلاث مرات إذن غادي نوضع الملح وشجرة مريم معلقة كبيرة دي هذا هنخلي الشيء الأخر أن نتبخر به مع شجرة مريم الملحة وشجرة مريم غادي نتفوصق بها ثلاث مرات مع الفجر في هذا رمضان إذن بعد ما بعد ما درتها في الماء راني قريت عليها وإن شاء الله قريت على الملحة غادي نطلحها ليلة كاملة تبقى ليلة الجمعة بحل بحل لوصلاتكم اليوم غادي إن شاء الله تحطوها ليلة الجمعة الناس اللي ما عندهم شجرة مريم غادي ديروا السانوج الناس اللي ما عندهمش أو حرمل أو لوبان الذكر اللي ما عندهمش يدير لوبان الذكر أي حاجة عندك ولكن القراءة إن شاء الله تكون عندكم اللي عطيتكم في القراءة إما السانوج إما الحرمل إما لوبان الذكر إذن أعطيتكم الحلول باش أنكم تحلوا هذا المشكل أما إذا كان لوبان الذكر تهو غادي نحطوه مع الملحة كان حرمل غادي نحطوه مع الملحة كان السانوج غادي ناخد معلقة الملحة ومعلقة السانوج او معلقة الحرمل مع الفجر ديما نقولك تسحرتي ادل ادن الفجر ان شاء الله تصلي الفجر ديالي وتبخري نقدر غير نحطه فوق الغاز ونشم ديك الرائحة ننزل على هذا البخور ونخلي هذا البخور يبخر لي الصدر ديالي والوجه ديالي فقط ولو صائمة ما فياش الريحة قوية ريحتها طيبة السنوج رائع في التبخر الحرمل رائع انت الحرمل تندير في رمضان عادي مع الفجر اذا والله شاهد علي تنبخر مع الفجر اذا سنتبخر ثلاث مرات ثلاث قطع القطع الاولى الثانية الثالثة ثلاث سنتبخر يوم الجمعة غادي ناخد قطعة نتبخر بها مع الظهر او مع الفجر نبخر بها هي اللولة ومع ادان 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 الظهر غادي نوصل بهذا الماء ندخل واحد الوعاء الى الغرفة الى الغرفة ديالي ونخبع لي هادي الماء ان شاء الله بحول الله وقوته وناخد هادي الماء واللحو في مكان عاشب اما هادي غادي ان شاء الله نخليها ان شاء الله نبخر بها تهي ان شاء الله نخليها الى يوم اخر ونكمل رابع يوم بها نشوفها في الضل ونخليها ك آآ رابع يوم ان شاء الله نتبخر بها من مرة المغرب من مرة المغرب ديال يوم الايام تتكمل ثلاث ايام مع الفجر وغادي نتبخر بها مع الفجر لان غادي نتبخر اما مع الفجر واما مع المغرب ادان احبابي ما بقى لي ما نقول الا ديروا هذا الصغر ربانية او تفوسخ ربانية ان شاء الله غادي يكون عندكم هم وشان وغادي تنجحوا في الدراسة تنجحوا في ارضاء النفس اما تلقوا خطيب او تكونوا مزيانين في العمل او تحقيق الامنيات اذا حبابي الى عجبتكم الوصفة خليوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة